إلى اليمن الآن تقدم متوصل لحقيقه الجيش الوطني هناك وتحديدا في محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران الجيش اليمني بدأ عملية عسكرية لاقتحام منطقة مران معقل الميليشيات الحوثية في صعدة وتتم هذه العملية بدعم من التحالف العربي ضمن عملية قطع رأس الأفعى وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من تطهير عشرات الكيلومترات في محيط مران تتلقى ميليشيات الحوثي هزائم عسكرية كبرى في معقلها بمنطقة مران في محافظة صعدة إذ بدأ الجيش الوطني بإسناد من التحالف العربي عملية عسكرية انطلقت من الملاحيط باتجاه مران التي يرجح أن يكون قائد ميليشيات الحوثي التابعة لإيران مختبئا في أحد كهوفها ونجح الجيش الوطني خلال ساعات في التقدم نحو مران من أربعة محاور مستعيدا السيطرة على مواقع عدة وقالت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني مدعوما من طائرات التحالف العربي يأخذ مواجهات عنيفة في المنطقة ضمن عملية قطع رأس الأفعى ووفق تلك المصادر تمكنت قوات لواء العروبة من تطهير عشرات الكيلومترات في الوديان التابعة لمران إذن معقل الحوثيين في مرمى نيران الجيش الوطني اليمني الذي يخوض معركة مع ميليشي الحوثي في صعدة على خمس جبهات وتحتل معركة صعدة أهمية كبرى في الحسابات العسكرية للحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي نظرا للرمزية التي تشكلها المحافظة باعتبارها العمق الجغرافية للميليشيات التابعة لإيران معنا الآن من الرياض رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات الدكتور نجيب غلاب مساء الخير الدكتور نجيب مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن عمليات عسكرية مكثفة في محافظة صعدة وفي منطقة مران تحديدا على ما يبدو هناك من عدة جبهات يتم الإطباق على هذه المنطقة بداية أهمية هذه العمليات هل لها فقط صفة وأهمية رمزية أم أنها تأتي ضمن نطاق أوسع وإطار أشمل للعمليات الجارية في اليمن بشكل عام هي رمزيتها مهمة لكن هي تأتي في نطاق أوسع وأشمل في الصراع بشكل عامل بشكل كامل سواء على مستوى اليمن أو على مستوى تهديد الأمن العربي وتهديد المملكة العربية السعودية وأيضا تهديد استمرار الدولة دولة اليمنيين بشكل عام في اليمن صعدة هي المركز أساسي بالنسبة للحركة الحوثية هي المركز العسكري هي المركز الأمني هي المركز الأيديولوجي هي العاصمة الفعلية التي تحكم من خلالها الحركة الحوثية اليمن ومنها أنطلقة الحوثية وتعتبر هي القاعدة ذات الأهمية الاستراتيجية ليس اليوم للحوثية بل غدا الحوثية لا يوجد لديها حواض حقيقية في كل محافظات الجمهورية ربما هم يروا لو هزموا في الجمهورية كلها في أغلب المحافظات حتى في صنعة بإمكان أن يحولوا صعدة إلى ضاحية شمالية في اليمن ومن خلالها تكون ورقة ضاغطة على المحيط القبلي وينتشر تأثيرهم بشكل كبير وصولا إلى صنعة وأيضا تكون ساحة حرب بالنسبة للإيران وحزب الله والحوثية بالضغط على المملكة العربية السعودية إنها فكرة حزب الله في اليمن من خلال الحوثية لن يكون إلا بتحرير صعدة صعدة بالكامل وبالتالي المعركة اليوم تجري على قدم وساق وستستمر هذه المعركة ومعركة الصعدة هي معركة طويلة وكانت خسارة الصعدة في 2011 هي المقدمة الأولى التي أوصلت الحوثية إلى صنعة ومكنتها من الانتشار في بقية المحافظات أغلب القيادات الحوثية أيضا والمسيطرة على الحركة وعلى مفاصلها الأمنية والعسكرية والمالية أغلبهم أيضا ينتمون إلى صعدة إن لم يكونوا هم المسيطرين فهم من يديرون فهم المتحكمين الأساسيين وبالتالي تفكيك هذه البنية الصعدة ومواجهتها ستضعف الحركة الحوثية في أغلب الجبهات ستضعفها أيضا في صنعة أيضا الاتجاه المتطرف الرافض لفكرة الحل السياسي والمرتبط بشكل عضوي وكامل بإيران وبحزب الله مركزه موجود في صنعة أيضا الحوثية ركزت كثير من الأسلحة والاتصالات وإدارة أجهزة الاستخبارات كلها تدار من داخل صعدة هناك خبراء إيرانيين أيضا تملك بنية تحتية لحماية نفسها في الكهوف بسبب جبالها المعقدة هناك عدة مديريات تعتبر مهمة ربما مران رمزيتها مهمة أنها مسقط رأس عبد الملك الحوثي ومنها أنطلقة الحركة الحوثية وهي ضمن مديرية حيدان لكن لدينا أيضا مديرية ساقين وسحار وهناك الجبهات تتجه باتجاه هذه الثلاثة المديريات من باقم تتجه باتجاه هذه المديريات وصولا إلى مدينة الصعدة ومن البقع كتاب وصولا إلى صعدة أيضا مدينة الصعدة هي مركزية لحصار هذه المديريات المعركة تتجه من ثلاثة اتجاه من الجنوب الغربي ومن الشمال ومن الشرق ومن الجنوب الشرقي أيضا وبالتالي هناك يعني يبدو لأن المعركة في حالة تمكننا من السيطرة على صعدة والساحل الغربي مسألة جلب الحوثية إلى طاولة المفاوضات سيكون أكثر سهولة وستكون العملية السياسية أيضا أكثر انضباطا لأن الحوثية لن يكون لديها مأوى لإثارة الفوضى والإضطرابات وتحويل صعدة إلى منطقة لإدارة حرب عصابات مستقبلية في حالة خسارتها بقية المحافظات دكتور نجيب بالنظر إلى كل هذه الأمور التي أشرت إليها والتي تجعل من محافظة صعدة ساحة مهمة ورئيسية كما أشرت هي مركز للقيادات الحوثية هي مركز لمقارات هي مركز لمخازن أسلحة وكل هذه الأمور هذا يعني بالضرورة أن معركة صعدة هي أصعب من غيرها على الأقل هذا ما أفهم أنا بمعلومات العسكرية المتواضعة ولكن السؤال هو إلى أي مدى من الناحية العسكرية الميدانية من المهم الإبقاء على الضغط على صعدة بالتوازي مع جبهات أخرى وخاصة جبهة الساحل الغربي نعم ربما الجبهة الساحل الغربي وجبهة صعدة هي أهم الجبهات اليوم وهي أهم الجبهات الضاغطة على الحركة الحوثية في جبهة الساحل أيضا هي تعتبر الرئة التي تتنفس منها الحركة الحوثية وأيضا هي الورقة الضاغطة بيد إيران وحزب الله وأيضا الحوثية الابتزاز الأمن ليس فقط الابتزاز اليمنين ولا العرب بل ابتزاز حتى الأمن الدولي ومحاولة تحويل استخدام أمن البحر الأحمر وممر التجارة الدولية باعتبارها ورقة ضاغطة في طاولة المفاوضات فهناك بعد مالي وبعد استراتيجي بعد أيضا جيو استراتيجي في الساحل أيضا مسألة تحرير الساحل هو مهم أيضا لأن صعدة تتنفس صعدة بالذات يعني تنفسها من خلال الساحل الغربي واستمرار الساحل الغربي وجودها بالساحل الغربي مع وجودها بصعدة حتى في حالة تخنى صنعا لن ستستمر الحوثية كقوة ضاغطة على اليمنين ضاغطة على الأمن العربي ضاغطة على الأمن الدولي وستتحول إلى قوة أكثر تأثيرا من حزب الله وبالتالي أنا أعتقد أن الساحل وصعدة هي أهم المناطق التي ستجنع حتى من يؤيد الحوثية أن استمرار الحوثية أصبح صعبا وبالتالي إنهيارها في بقية المحافظات لن يأخذ وقتا طويلا في حالة تحرير الساحل وتحرير صعدة وأيضا الساحل وصعدة ترتبط ليس بمسألة سلطة الصدق وأنما يرتبط بالأمن القومي العربي وبشكل مباشر وأيضا يرتبط بالأمن الدولي وبالتالي هذه الجبهتين هي من أهم الجبهات وأنا أعتقد أنه أيضا الجبهات الأخرى لا بد أن تشتغل حتى يتم استنزاف الحركة الحوثية لأن الحوثية الآن ستركز أغلب تدفع بكل مقاتلها بهذه الجبهتين إذا لم تشتغل الجبهات الأخرى ستتأخر عملية التحرير في هذه الجبهتين طيب دكتور نجيب أخيرا في حال استعادة الشرعية السيطرة على محافظة صعدة وموقرات الطرف الإنقلابي هل هذا يعني نهاية الإنقلاب نهاية سيطرة الطرف الإنقلابي على الكثير من المناطق في اليمن أم أن هذا الطرف يمكن أن يذهب إلى مراتق أخرى ويتخذ منها مقار له ويستمر في نشاط من تلك المناطق أنا أعتقد أنه إذا ضرب رأس الأفعى وتم تحرير صعدة والساحل بالكامل الحوثية ستصبح في مأزق كبير وقدرتها على القتال ستصبح صعبة ستستمر يعني هي لن ستستمر في حرب عصابات لكن التكوينات الاجتماعية والسياسية والقبلية بعد تحرير صعدة والساحل سيكون لها حسابات أخرى وربما تحصل انتفاضات شعبية أيضا المعنويات سترتفع لدى قوات الجيش اليمني وقوات المقاومة والحوثية ستضعف كثيرا واستمرارها في الصراع لن يكون إلا عمل انتحاري وغبي وأحمق وحتى إيران الحوثية ستفقد قيمتها بالنسبة لإيران إذا فقدت صعدة والساحل وبالتالي الحوثية ستصبح يعني محاصرة وستقدمها إيران وحزب الله إذا فقدت هذه المنطقتين كورقة يعني في طاولة المفاوضات بقيمة سهلة جدا وبالتالي ستكون فريسا لليمنيين أنا أعتقد أن الحوثية ستندفع لاحقا إلى طاولة المفاوضات وهي مستسلمة وهذا خير لها وخير لليمنيين لأن الحوثية في ظل قمارها هي تنسج حبال مشانقها وأيضا تضر بقية اليمنيين شكرا لك الدكتور نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات كان معنا من الرياضة شكرا للمشاهدة